كشفت مصادر لشرق الأوسط أن وزيري الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبداللهيان سيلتقيان في بكين بعد غد الخميس لتفعيل مضمون اتفاق السيناف العلاقات الذي أعلن الشهر الماضي وترتيب تبادل السفراء أوضحت المصادر أن لقاء بكين سبقته ثلاثة اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وأجراءات عادة افتتاح البعثات وتفعيل اتفاقية سابقة ولفتت إلى أن اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني يأتي امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين